اشتركوا في القناة من خيوط العنكبوت نسيج من الأماني قالوا لهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالوا لهم نحن أبناء الله وأحباؤه وصدق اليهود أحبارهم وصاروا خلف صراب الأماني وضلوا طريقهم إلا حضراتكم شايفينها دي حصون خيبر فتحت سنة سبع هجريا ودخلها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهديت إليه شات فيها سم فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم جمع اليهود وقال لهم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا فنزل الكرآن الكريم مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكذبا لليهود تقول اليهود على الله بغير علم وقالوا لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أياما معدودة قليلة بعض اليهود قالوا أن الله أقسم أن يدخلهم النار أربعين يوما لما عبدوا العجل وآخرون قالوا بل هي سبعة أيام لأن الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة واليهود لهم على كل ألف سنة يوم عداب فتصبح سبعة أيام قل لهم أيها النبي أعدكم عهد موثق بهذا من عند الله هل سبق وذكر لكم نبي ذلك أو ذكر في الطورة إن كان كذلك فإن الله لا يخلف عهده بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والإفتراء وطالما ما فيش دليل في الطورة خلونا نتكلم معهم بالعقل والمنطق هل من العدل أن يعاقب اليهود على ذنب لم يرتكبوه؟ ألم يتبوا الله عز وجل على من عبد العجل لما تابوا فلما يعذبهم مرة أخرى؟ ألم يكن هناك ذنوب أخرى؟ ألم يقتلوا الأنبياء بغير حق مثله؟ وهو برضو عمر الأرض سبعة آلاف سنة أكيد أكثر من كده بألاف السنوات وقالوا لان تمسنا إيه الفرق بين المس واللمس؟ المس هو اقتراب شيء من شيء آخر مع إحساس خفيف أما اللمس هو اقتراب شيء من شيء آخر مع إحساس كامل واختار اليهود المس وهو أقل القليل من العذاب واختاروا أياما معدودة قليلة وعلى كل حال في الآية استخفاف من اليهود بعذاب الله وهل يستطيع اليهود أن يتحملوا عذاب الله وإن قل؟ واحذر أخي الكريم من التواكل على أماني للأسف هناك الكثير من عوام المسلمين إذا حذرته من الذنوب والمعاصي والكبائر قال إن الله غفور رحيم اعتمدوا على مغفرة الله عز وجل ولم يتوبوا من الذنوب صحيح أن الله غفور رحيم ولكنه أيضا ذو عذاب أليم وهناك من ظن من عوام المسلمين أن أي ذنب دون الشرك فهو مغفور قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرق به ويغفر ما دون ذلك لكن للآية تكمله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهل تبزم أنك ممن يشاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا شكرا لكم اشتركوا في القناة